سأقرب لكم فكرة عقيدة مفهومة قلوا ما تشاءون سأقرب لكم مفهومة الولاية التكوينية أقربها لكم بمثال وبعد ذلك نتدرج شيئا فشيئا لمعرفة مضمون الولاية التكوينية وكذلك ما المراد من الولاية الكونية قطعا الحديث سيكون موجزا ومختصرا ومجملا فهذا الموضوع مضطرد واسع بحاجة إلى عدة حلقات لكنني سأجيزه لكم إجازا نافعا ومفيدا كما أتمنى الولاية التكوينية أقربها لكم بمثال الإنسان كل واحد مننا يمتلك ولاية تكوينية ولها مراتب أنا الآن موجود هنا حينما أريد أن أحرك يدي اليمنى فيما بيني وبين نفسي في مضموني الداخلي أريد أن أحرك يدي اليمنى وأن أضعها هنا لأي قصد من المقاصد صار قراري الداخلي الآن أن أضع يدي اليمنى هنا ما إن أخذت هذا القرار حتى تحركت يدي ووضعتها هنا فما كنت محتاجا لا إلى دعاء ولا إلى توسل أصلا حتى لو كنت كافرا ولا أؤمن بوجود الله فإن الله قد أعطاني الولاية أساسا فهي موجودة عندي حتى لو كنت كافرا بالله حتى لو كنت لا أؤمن بالله جملة وتفصيل لو كنت كافرا وقررت قرارا داخليا أن أضع يدي اليمنى هنا أستطيع أن أفعل ذلك أو لا أستطيع أن أفعلها لأن الولاية التكوينية هذه التي عندي هي جزء من وجودي هي جزء من كياني هي جزء مني أنا 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 هذا الكائن الذي له وجود له حقيقة له جسد له روح له عقل أنا فالولاية التكوينية التي عندي هي جزء مني لا تتوقف ولا تتأخر ولا تخرج عني الأمراض كالشلل مثلا هذه عوارض نحن لا نتحدث عن العوارض هنا نتحدث عن أصل الموضوع فهذه ولاية تكوينية هذه مرتبة من الولاية التكوينية عندي إنني أنني أنفذ ولايتي من دون أي سبب أردت أن أضع يدي على هذا الجزء من الكتاب وضعت يدي مباشرة ما إن أردت ذلك لا احتجت لسبب معنوي كالدعاء والتوسل والعبادة ولا احتجت لسبب مادي أن أستعين بآلة مثلا كي أرفع يدي وأضعها هنا بشكل مباشر ما إن اتخذت قراري في مضموني الداخلي أني سأضع يدي اليمنى على هذا الكتاب كن فيكون كن فيكون أصلا قبل أن أقول كن فيكون ولذا فإن التعبير في القرآن من أن الله إذا أراد أن يفعل شيئا أن يقول له كن هذا التعبير تعبير تقريبي فإن الذي يريده الله سبحانه وتعالى أن يتحقق يتحقق من دون صوت مسموع أو نداء مقروع كما يقول أمير المؤمنين هذا تقريب أنا يحدث عندي هذا من دون أن أقول كن فكيف الله فقول كن هو للتقريب ليس إلا ولذا جاء في بعض كلام أمير المؤمنين إنما أمره ما بين الكاف والنون وحتى هذا على سبيل التقريب إنما أمره ما بين الكاف والنون يعني أن الإرادة تتحقق قبل أن تكتمل كلمة كن وهذا تقريب أيضا فالأمير هو الذي يقول من أن نكون هذه لا بصوت مسموع ولا بنداء مقرور فحينما أريد بحسب قراري الداخلي أن أضع يدي اليمنى هنا ما إن أردت حتى تحقق هذا بأسرع من كن يكون حتى وإن كنت كافرا بالله سبحانه وتعالى هذا المستوى الأول من مستويات الولاية التكوينية مستوى آخر من مستويات الولاية التكوينية أن أصنع الأسباب وأن أطوعها أن أصنع سببا وأن أطوعه ومراد أن أصنع سببا ليس بالضرورة أني أصنع السبب بنفسي ربما أصنعه بنفسي وربما يصنعه الآخرون من أمثالي لكن أنا أأتي بالأسباب أنا أطوع الأسباب فحينما أريد أن أكتب شيئا فلابد من قلم ولابد من مداد من حبر ولابد من ورق وبعد ذلك أقوم بالكتابة التي أريدها هذه ولاية تكوينية لكنها عبر الأسباب فالقلم جزء من الكون جزء من التكوينيات والحبر كذلك والورق كذلك ويد أيضا فهذه يدي والقلم والحبر والورق وقطعا سأحتاج إلى الإضاءة من دون الإضاءة لا أستطيع أن أكتب بشكل صحيح في الظلام وسأحتاج إلى طاولة أو إلى مكان كي أضع الأوراق على ذلك المكان كي أعتمد عليه حينما أريد الكتابة بشكل جميل وصحيح هناك مجموعة من الأسباب التكوينية أطوعها أجمعها أفرقها أرابط فيما بينها وهكذا عمل بالأسباب العمل بالأسباب التكوينية هو جزء من ولاية التكوينية هناك أسباب لا أستطيع أن أصل إليها هذا يعني أن ولاية التكوينية محدودة بحدود قدرة هناك مستوى آخر من مستويات الولاية التكوينية حينما أريد أن أؤثر في الآخرين تعليما أو أن أؤثر فيهم عاطفيا أريد أن أعلمكم أريد أن أنقل المعلومات إليكم مثل ما أفعل الآن وهذه المعلومات تنتقل إلى أذهانكم إنني أغيركم من حالة جهل بالمعلومة هذه إلى حالة علم بها هذا نوع من أنواع الولاية التكوينية مرتبة من مراتب الولاية التكوينية إنني أؤثر فيكم أنتم جزء من التكوينيات وأنتم كذلك تؤثرون في غيركم وغيركم جزء من التكوينيات هذه مصادق من الولاية التكوينية الفاعلة عندنا مستوى من الولاية التكوينية ما هو بمستوى فاعل الخيال الخيال عندي مساحة واسعة بإمكاني أن أؤسس الدول العظيمة والحضارات الهائلة وبعد ذلك أقوم بإعدامها في خيالي بإمكاني أن أخلق ما أستطيع أن أخلق من الكائنات الغريبة التي لا وجود لها على أرض الواقع وبعد ذلك أغير في ألوانها وأشكالها وقابلياتها ثم أقوم بإعدامها أو بتحويلها إلى أشياء أخرى كل ذلك يحدث في عالم الخيال إنها ولاية تكوينية لكنها بمستوى الخيال لماذا كي ندرك معنى الولاية التكوينية عند إمام زماننا خيال المعصوم معصوم هذا إذا كان عنده من خيال وإنما أقرب الفكرة إليكم خيال المعصوم معصوم نحن خيالنا ليس معصوما ولذا فإننا نستطيع أن نفعل ولايتنا التكوينية في عالم الخيال بحدود الخيال لأننا إذا أردنا أن نفعلها على أرض الواقع فإننا لا نمتلك الحكمة الإلهية الكاملة بل لا نمتلك الحكمة أساسا لا كاملة ولا ناقصة فحينئذ سنفسد في هذا الوجود حينما نمتلك ولاية تكوينية بحيث نحول ما يجري في خيالنا إلى واقع سنفسد هذا الكون سنعبث بهذا الكون فإننا لا نمتلك الحكمة التي نستحق بها أن نمنح الولاية التكوينية منحنا بحدودنا ومع ذلك نسيء التصرف نسيء استعمال الولاية التكوينية هذه التي منحنا إياها بحدودها الضيقة كيف قتل الأنبياء كيف قتل الحسين قتل الحسين بولاية تكوينية موجودة عند الذين قتلوه بحدوده حينما نتحدث عن الولاية التكوينية من أنها لا بد أن تكون بإذن الله ما كل شيء هو بإذن الله ما كل شيء هو بأمر الله أن نستطيع أن نتصور أن شيئا يكون في هذا الوجود من دون أمره من دون إذنه ما هو كل شيء بأمره وبإذنه نحن لا نحتاج إلى هذا القيد هذا القيد ناشئ من عقائد المقصرة المرجئة يريدون أن يريدون أن يقلموا يقصر بقدر ما يستطيعون من ولاية المعصوم بينما هم أنفسهم يمتلكون ولاية تكوينية كالمعاني التي بيّنتها لكم ويتصرفون بها من دون إذن مباشر من دون أمر مباشر من الله قلت لكم الكافر قتلوا الحسينة بولاية تكوينية عندهم هذا هو الذي يجري في عالمنا من عرف نفسه فقد عرف ربه وهذا الرب هو رب الولاية هو الإمام المعصوم من عرف نفسه فقد عرف ربه هذا هو رب الولاية فنحن عندنا ولاية تكوينية ولها مراتب ومظاهر هي جزء من كياننا لا نحتاج إلى دعاء ولا نحتاج إلى توسل بل هي فاعلة ومشتغلة حتى مع كفرنا وإلحادنا مثل ما قلت لكم كيف قتلوا الحسين قتلوا الحسينة بولاية تكوينية عندهم بالأسباب وغير الأسباب ذبح الحسينة بالسيوف مثل ما أمسكت بالقلم كي أكتب بالقلم فهل احتاجوا إلى دعاء أو إلى إذن مباشر من الله كي يقتل الحسين كل شيء بأمر الله كل شيء بإذن الله ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي منحنا الولاية التكوينية هذا مثال تقريبي وكما يقال الأمثلة الحسية حينما تضرب للمعاني الغيبية الكبيرة ستكون مقربة من وجه ومبعدة للحقيقة من وجوه كثيرة لكنني أتمنى عليكم أن تنظروا إلى الجهة التي ركست الكلام عليها من أن الولاية التكوينية قد تكون من دون أسباب مثل ما خطر لي خاطر أن أضع يدي اليمنى هنا بأسرع من كن فيكون ما إن خطر الخاطر وضعت يدي من دون سبب من دون وسيلة من الوسائل وأخرى بالوسائل وأخرى عبر التأثير من خلال التعليم وغيره وأخرى في عالم الخيال وأخرى 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 خيال المعصوم ما هو بخيال خيال المعصوم حقيقة وما يجري فيه حكمة ولذا ما يريده يتحقق بأسرع من كن فيكون وهذه ما هي الولاية الكونية ما يصدر من المعصوم في بعض الأحيان من معجزات عبر أسباب عبر وسائل فالمعصوم مثلا يقرأ آية على شخص فينجو ذلك الشخص من هلكة من مرض من موت هذه أسباب هذه الأسباب هي في حواش الولاية التكوينية هذا تحوير للولاية التكوينية المعصومية لأجل المدارات وإلا فالمعصوم لا يحتاج إلى الأسباب يتعامل مع الأسباب لحاجة الخلق إليها أما ولايته التكوينية فلا تفتقر إلى الأسباب ماء يرد شيئا إذا أراد شيئا تحقق من دون أسباب هذا فهم تقريبي للولاية التكوينية بحسب المثال الذي بيّنته لكم الموضوع معقد ولذا سأحتاج إلى تدرج في شرحه وبيانه ترجمة نانسي قنقر